السلام عليكم البنات كديرين باخير لباس انا غان قدم لكم احد الوصفة يا لبرقوق انتوما شرينا برقوق زوين طري احنا غان مسحوه ده براه مغسول وغادي نزيفو ونقذوه الطبا انتوما قلت لاش ما نشارك معاكم هذا الوصفة باش اوجت البرقوق ديالي انا نسحو ده بان زي فوم زيان ونقذوه العواد ونمسحوه بالفوتا ونصيبه في الطوازين الفران خصو يكون سخون طيب تمنو الخبز مزيان ونقذو الخبز ويبقى الفران سخون مني تخشي الطوازين تخشيها والفران سخون ونقص الفران عليه واحد شوية ونخليه اصيب وكانت تفيعلي ونقذ في واني نقذوه مني نقذها من الفران ونقذوه الزيت راح مشاريا المقطع باش عريض من الفران وقذوه في السطح من شاريا المقطع مني الاتيليفون سأخشي هذا المشكلة سأخبره والكل لديه الدهن في الزيت والملح سأخشيه سأخشيه سأخبره ما اخبره ونهنته وصدرته يريد أن الشمش هو 4 أيام كما تشاهدون سوف يجمعه في الطاصة من البغيرة كان وجده كما وجده البرقوق اللي كان نشريه ملحانوت راه بحاله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة